موسيقى 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 نحن هنا من أمام ولاية تنجس طوال الحسيمة لتشجيد وقفة احتجاج يد على المكسب الإقليمي بمعية جمالائنا في الجامعة الوطنية التسعليم توجه الديمقراطي قلت جئنا هنا لكي ندينا ونشجب المقاربة الأمنية القمعية التي تنهجها وزارة الداخلية في مواجهة حراك الأساسي الذي نفرد عليهم تعاقد مؤسف جدا أن وزارة الداخلية الآن تأكد أنها تمسك بهذا الملف وتغلب المقاربة الأمنية عن طريق الاعتقالات وعن طريق الاختطافات وعن طريق تدبيج محاكمات سوريا في حق مجموعة من الأساسداء والأستادات وكل هذا من أجل تأجيج الوضع ودفعنا إلى تصعيد طبعا هذا الأمر لن ينطلع علينا نحن لا نصعد من أجل تصعيد بل نضغطه في الشارع من أجل إيجاد حل عادل حل سلمي حل يرضي جميع الأطراف حل ينقض المنظومة التربوية من هذه الأزمة المتمددة هذا الاحتقان الذي لا نعرف أين سيصل ما دام أن وزارة التربية الوطنية قد أخلفت معدام على التاريخ ما دام أن وزارة التربية الوطنية أكد بالملموس من خلال خرجته الفورق لوريا من خلال ممارسته أن الملف ليس بيده الملف الآن تأكد أنه بيد وزارة الداخلية وزارة الداخلية معروف المقاربة التي تنهجها لذلك نخاطب العقلاء والحكماء في هذا الوطن أن حل هذا الملف الأساسي المفروض عليهم تتعاقد وباقي الملفات الأخرى العالقة بهذه الوزارة لا يكون عن طريق المقاربة الأمنية ولكن يكون عن طريق الحوارة الجدة الحوارة التي تنبني على أرضية المطالب العادلة والمشروع لجميع هذه الفئات أما الاعتقالات والاختطافات فلن تزيدنا إلا صمودا وثابتا حقابات بالمختلف ديال التلاوين ديالها بالنسبة لأنا أتحدث على الجامعة الوطنية لتعليم توجه الديمقراطي لأنني عضوة في اللجنة الإدارية ديالها كانت متواجدة من خلال إصدار بياناتها وبلغتها ومتواجدة كذلك في الميدان مع التنصيقيات بشتى ألوانها التنصيقية ديال الأساتذة التي نفرض عليهم التعاقد والتي نحن متواجدين معهم اليوم التنصيقيات ديال حملات شهادات العليا عيب أن أستاذ ديال الدكتوراه يبدأت يقري في الابتدائي في الفيافي وممكن يفيد الدولة بالخبرة دياله عيب أن الممصطرين يبقوا جمدين عيب أن أساتذة ديال زنزانة عشراء اللي كانوا في زنزانة سعود يشوفوا التلاميذ ديالهم الآن في خارج السلام وهم الآن لازالوا في واحد الوضعية ومنساوش تقاعد اللي غد يخرجوا الناس بواحد نسبة هذه لا جدا حكومة بن كيران ولا الحكومة ديال العتماني طبيعة حركة نعرفها هي حكومة قد تصرف لأنها حكومة محكومة بهذا المعنى وبالتالي هذه القوانين المجحفة اللي قد تصدر في هذه المرحلة هذي ممكن إلا تزيدنا تشبتاً مواقفنا السياق هو هذا الهجوم الحقيقة غير المفهوم على نساء ورجال التعليم التعمد ديال المس بالكرامة ديال نساء ورجال التعليم التعمد ديال الإهانة والتدخل بوحد الأشكال وحشية لم يشهد لها تاريخ العلاقة بالدولة بالأستاذ ماتي نحن نعبره على التضمر ديالنا الكبير وكنتفجعوا أن الدولة تقدم على هذا تسمح بالإقدام على هذه السلوكات المشينة والمشوهة للسمعة للبلاد في الخارج نحن جئنا هنا باش نأولاً نجددوا الإيدانة ديالنا لهذا التدخل القمعي ثانياً جئنا باش نعبروا على التضمن ديالنا مع الإخوان ديالنا الأستاذة والأستاذات الذين فرضوا عليهم التعقد وكنقدموا واحدة تحية كبيرة للأستاذة المفرج عنهم بالأمس وكنتظروا من الجهات المسؤولة تحكم العقل والحكمة وطلق الباقي بدون قيدين أو شرط هم أستاذة وأستاذات ومشي مجرمين ومجرمات تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر